مبيعات الهواتف الخلوية سجلت تراجعاً العام الماضي لأول مرة منذ العام 2009 نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، تغير رغبات المستهلكين وارتفاع المنافسة بين المجموعات سامسونج تحتل المرتبة الأولى، فهي تسيطر على ما يقارب ربع سوق الهواتف الخلوية تليها نوكيا البالغ حصتها 20% من السوق وأخيراً أبل البالغ حصتها نحو 8% مبيعات هواتف نوكيا الخلوية سجلت انتعاشاً في الربع المالي الرابع بفضل إطلاق هواتف لوميا المستخدمة لبرنامج ويندوز 8 التشغيلي لكن ذلك لم يوقف خسائرها في الأسواق تفوق أبل وسامسونج يعود إلى قوة علامتهم التجارية بشكل مساوى لتقنية الهواتف بحسب المحللين الذين اعتبروا أن منافسهما يجدون صعوبة في ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية